مع الله في القلب لما انكسر مع الله في الدمع لما انهمر مع الله في التوب رغم الهوى مع الله في الذنب لما استتر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا الله المستعيل هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض وخلي بالك حتى لو انت سمعت القصة ده قبل كده عاوزك تسمحها الآن بقلبك هنستخرج منها بعض الفوائد سريعا جدا هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا جاء ليسأل عن أعلم أهل الأرض عارفين هو بيسأل ليه؟ يا طارى بيسأل ليه؟ ليه ليه ليه؟ عشان عاوز يتوب ايه؟ يتوب؟ ازاي يتوب؟ عمل كل دود وقتلوا وأكيد برضو أكيد برضو فيش هاتذنوب معاهم لكن قتل تسعة وتسعين بيسأل عاوز يتوب؟ ده يعلمك إن الإنسان حتى لو رأيت منه الكبائر والمعاصي والذنوب والله العظيم في خير إن شاء الله عز وجل مهما أنت شايف تقول ده لا يمكن ده يأسلم ده ما يمكن ده يتوب ده لا يمكن مهما كان وصل في تغيانه ينفع يتوب وممكن يتوب وممكن يكون من أولياء لا صالحين كمان يا سلام اسمع هذا الرجل قتل تسعة وتسعين نفسه سأل عن أعلم أهل الأرض سأل عشان يتوب فدلوه على راهب وهذه مصيبة أخرى اللي في ناس بتغطر بالأشكال الرجل الراهب ده قافل على نفسه مكان وعمل يتعبد لينه نهاره والناس لما شافته مولانا الجميل والناس اغطرت بشكله ولبسه وهذه بقى الأبهة زي ما بيقوله ده سمت الصلاح عليه يا جماعة العبادة شيء والعلم شيء تاني دي مسألة لو ما خرجماش من الحلقة دي إلا بالتفريدة والله العظيم فوزنا في فرق بين العلم وفرق بين الأشكال يعني ايه يعني أنا ممكن إنسان يستره هذا القميص وتسريحة كويسة وشايد برفان وخلاص كل اللي شوف يقوله فضلت الشيخ ازاي حضرتك يا مولانا واللي يبوس في إيديه واللي يبوس في راسه وهو أجهل من بقيري أهلي لا ما يعرفش حاجة خالص غير اللي هو لابسه بس جاهل جاهل ومركب لكن شكله بيقول كده فإحنا بنخترج بالأشكال انتبه هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسئين أنا في سنواته قتل فالناس قال لهم أنا ينفع طوبة جماعة أنا قتلت تسعة وتسئين ينفع عاوز أطوبة بس أنا حاسس بالزمد خلاص قالوا له طب روح للراجل ده الرهب ده واختروا بشكله أموم راح له فجاءه فقال إني قتلت تسعة وتسئين نفسا ينفع طوبة ولا لأ خلي بالك ممكن إنسان بيتوب بابتسامة يضحك يعني في ناس بنسمع قصة الطبع بتاعتهم يقولك أنا طبت عشان شفت واحد بيبتسم بس بس كده بس واحد تاني تاب عشان واحد قداله شات عتر بس برفان تاب لما شاف الابتسامة وشاف الكمتين الجمال صاحبنا دوت في قلبه خير بس المفتاح مع مين الناس كلها ينفع طوب بس المفتاح مين اللي بيفتح الباب اللهم افتح لنا القلوب يا رب العالمين اللهم هدينا وهدي بنا وجعلنا سببا لما نهتدى جاء إلى الراهب فقال إني قتلت تسعة وتسئين نفسا ينفع طوب ولا لأ الراهب عشان جاهل واللي الناس شايفينه بقى يام هنا ويام هناك قال له ليس لك توبة إنك لجريء إنت تتوبة قتلت تسعة وتسئين وجاب تسعة توبة يا فاق ما لكش توبة بره الله المستعد بره ما لكش توبة فما كان من هذا القاتل إلا أن قتله فكمل به المئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال أهل العلم إن هذا الراهب قتل بسبب جهله والله العظيم اتأتل عشان جاهل اتأتل عشان يأسه من رحمة ربنا جاهل لا تتكلم فيما لا تعلم استعظم هذا الذنب تجاه رحمة ربنا عز وجل الله عز وجل رحمته واسعة فلما قال له ليس لك توبة أتله فكمل به المئة هذا الراهب القاتل هذا الراهب الذي قتل عشان جاهله ونصح مني ليك لله نصحة غالية إياك أن تتكلم في دين الله بغير علم إياك أن تفت الناس بغير علم أتكلم مع الذين يوقعون عن رب العالمين أنت بتقول حلالي عارف حلال يعني عارف حرام يعني يعني ربنا قال حلال أو قال حرام أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال حلال أو قال حرام فأنت بتقول حلال وحرام أنت توقع الآن انتبه انتبه بارك الله فيك وبرضه أأكد على شيء لعل يقع في أذهان بعض الناس الآن اللي سمعيني يبقى خلاص بقى احنا عرفنا أن الدين ناخده من فلان وفلان وفلان ومن اخدهش من اللان ده باطل ده كلام باطل ده كمان نقبل الحق ممن جاء به نقبل الحق ممن جاء به يا رجل الشيطان عندما نصح أبا هريرة نصحه بإيه قال إذا أويت إلى فراشك فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي قال فما يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح انت عارف أصلا أصل القصة دي ده كان الشيطان بيقصر أما الزكاة الفتر من الطعمة الناس يقول لك فلوس لا تخرج طعمة والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا هريرة يحفظ هذا المال هذا الطمر ومع ذلك سرق ولما ماسكوا قعدوا له الأيال وسيبنانا غلبان ومش عامل كيه تاني ويجذب ويرجع ويرجع فقال له النبي يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة قال رسول الله بيقول لي لو أنت أريد آية الكرسي قبل ما تنام محدش يقرب لك لغات ما تسحى فما يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح عارف النبي عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو الكذوب صدقك وهو الكذوب الله أكبر يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا نقبل الحق ممن جاء به نقبل الحق ممن جاء به فدلوه على عالم بعدما قتل المية خلي بالك قالوله عاوز تتوب روح لعالم وشتانا شتان شتانا بين الدائي وبين العالم شتانا بين هذا الرايب وبين هذا العالم العالم أعطاه الله العلم أعطاه الله النور العلم نور يدوء للناس طريق الحق طيب لما علم هذا الرجل أنه يوجد هناك عالم في هذه المنطقة عمل إيه رحله وقال لنا أتلت تسعة أتلت مئة نفس عفوا قال أتلت مئة نفس ينفع طوب ولا لا يا عالم هل بقى العالم ده حيقوله زي مره بقالك ولا العالم ده حيقوله ينفع ولا ما ينفعش وهل هيتقتل ولا ما يش هيتقتل وهل توبع تنفع ولا تنفعش إن شاء الله عز وجل نقولها إن شاء الله الحلقة الجاية أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما كنا بما سمعنا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله في سدرة المنتهى مع الله حين يطيب النظر اشتركوا في القناة